كان اجتماع جد هام مع النقابات اليوم في الإشكالية اللي كان عفوها في ميدان ديال التعليم اليوم ولكن اجتماع الحمد لله إيجابي يعني كان فيه حوار اللي هو جد وكانت واحدة جدية في العمل الإخوان الممتنين ديال النقابات جابوا يعني المطالب ديالهم اللي هي مطالب لنقشناها وتحونا فيها وهي مطالب يعني مهما لكتهم يعني النسي القطاع ديال الطويلة الوطنية هذه كانت مناسبة أنه باش نتجاوبوا معها ويمكني نعطيكم بعض يعني التوجهات اللي احنا قررنا باش غدي نمشيوا فيها إن شاء الله أنه غدي تم أولاً تجميد ديال يعني النظام الأساسي ديال التعليم باش إن شاء الله كذلك تكون فيه واحدة إمكانيات ديال التحسين ديال الدخل ديال العام يعني الموظفين والموظفات لموجودين في القطاع ديال الطبية ديال التعليم كانت نقطة يعني تانية اللي هي تهيئة عند الأهمية ديالها لتكلموا على الإخوان ديال الاقتطاعات شرحنا الإخوان ديال النقابات بأن الاقتطاعات مرت من واحد المرحلة اللي هي يعني إدارية وصلت أنه الاقتطاع كين واللي صالح غدي خجوف من هنا يومين ويعني من الصعب أنه بالنسبة لهذه الشهور الأولى اللي كانت نرجعه على الاقتطاعات ولكن اقترحنا عليهم أنه يعني الإضرابات الكبيرة هي هذه اللي جات من بعد اللي غدي تكون يعني في الشهر المقبل أنه يكون واحد الحوار ونقاش داخل يعني لكوميسيون اللي غدي يشتغلوا باش يحاولوا إن شاء الله نخفو من هذا الشيء ولن نجوجوه في المستقبل ثانيا تالتا غدي تكون إن شاء الله الجناء وزارية كما قررنا لكتر أساسي شكيب بن موسى غدي يكون معها السيد وزير الشغل السيس كوري غدي يكون معها السيد القجاع الوزير ديال يعني الميزانية وغدي يتعاملوا معهم بعدد من الاجتماعات إن شاء الله باش نحاولوا نخدموا على هذا التحسين ديال إن شاء الله التعديل ديال القانون الأساسي وإلقاء الحلول ديال جميع يعني المشاكل اللي هي مطوعة وهذا شيء تاخد فيها تاخدنا في قرار أنه إن شاء الله في حد أقصى على ماكسيموم لميت أنه 15 من يناير يعني إن شاء الله يكون التوافق بين الأطراف وتبدأ تطبيق ديال هذا التوجه وهذا النظام الجديد إذن هذه كلها يعني أفاق جد إيجابية اللي غدي نشتغلوا فيها والتي تم عليها الاتفاق مع النقابات مع العلم أنه الحكومة بالطبع قالت بأنه غدي يكون اجتماعي يبتداء من نهار الخميس إن شاء الله نهار الخميس غدي يكون اجتماع مع اللجنة الوزرية باش يشتغلوا على أول يعني على هذا النظام الأساسي ويشتغلوا على هذه الإمكانيات وقلنا لهم بأنه لازم يعني إحنا طلبنا من نقابات وهذا طلب ملح أنه لابدأ أنه غدي نبدون تنقشوا غدي نبدون تحاولوا غدي نلقوا الحلول أنه ولدنا ما يضيعوش يعني الكل خصوة يجعل الأقسام تيالو لأنه حد خلنا في واحد دينامية إيجابية وهالدينامية إيجابية خصتكم كذلك في أوجوعي إلى الأقسام وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر